رقابة على انسان يطالب شعره بمقاطعة دائمية اسرائيل تضامنا مع دكتور سماح ادريس في الدعوة المقامة ضده من جهاد المر ومساندة لحملات مقاطعة اسرائيل ومناهضة التطبيع عقد لقاء في مركز طفيق طبارة حضره حجد من الناشطين والاعلميين والحقوقيين والاكاديميين وممثلي حركات سياسية وكان المر قد تقدم بدعوة يطالب فيها ادريس بتعويض مادي عن خسائر لحقته في حفل لفرقة بلاسيبو اقيمة في بيروت العام الماضي بدعي ان حملات المقاطعة التي دعت الى مقاطعة الحفل لمواقف الفرقة الداعمة لاسرائيل اثرت على الحضور ما سبب له خسائر مادية خسرناه 3000 كرسي كيف حسبون هالالف الكرسي قال انه بال2004 جيبون جيبوا هالقد عدد معين من الناس بالالفين وعشر جيبوا هالقد 3000 حط الحق على مين؟ علينا ممتاز هذا اللي بدنا اياه نحن كل من يدعم اسرائيل نريده ان يخسر يعني هذا كل اساس الرجوع سبب وجود حملات المقاطعة ما هي ضرب الاساس الاقتصادي فضلا على المعنى وإيه؟ لا 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 هذا اللي بدنا اياه عال يعني بدنا نعرف الجهة اللي المسؤولة الامنية المسؤولة اللي اعطت تأثيرات دخول لفرقة من هالنوار للبنان هذا الشي ما بيستحق المحاسب عليه من اكتر الاشياء الحقيقة المخجلة انه بهذا البلد الخياني بموقع الهجوم والوطني بموقع الدفاع هذا وقد وقع الحاضرون على بيانات تضامن وتكافل مع ادريس والحملات في القضية المثارة معتبرينها مناسبة وفرصة لاعادة تفعيل كل اشكال منهضة التطبيع مع العدو الاسرائيلي ولتعزيز حملات مقاطعة اسرائيل في كل العالم